مستمعي راديو شمسة فان في عدد جديد من حسكم اليومية قهوة وجورنال ولي رح نترق من خلالها إلى أهم جاءت في الصحافة الوطنية لنهار اليوم السبت بالإضافة إلى باقي فقرات البرنامج نبدأ بمعرض الصحافة وبجريدة النهار ولفتحة صفحتها الأولى بعنوان قالت الأميار يستثمرون في البنوك بضراهم البلديات سيكون بإمكان المجالس الشعبية البلدية قريبا إيداع أموالها في البنوك العمومية والخاصة بدلا من الخزينة من أجل الاستفادة من نسب الأرباح واستغلالها في إنجاز مختلف المشاريع الاستثمارية الطعون مست 19 ولاية واستيراد 21 مليون لقاح قبل نهاية جنفي ونكد الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري كمال شادي تسلم 21 مليون جرعة لتلقيح المشياء ضد وباء المشارات الصغيرة قبل نهاية شهر جنفي الجاري بعدما أدى إلى نفوق 3300 الأسغانة جلها ولادات جديدة على مستوى 19 ولاية من الوطن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 18 أبريل المقبل قرر رئيس الجمهورية عبدالعزيز أبو تفليقيس دعا له الناخبة تحسبا لإجراء الانتخابات الرئاسية يوم 18 أبريل القادم وهو ما يعني أنه يدعم لفاتر الشح التي ستكون قبل 45 يوم الموالية لنشر المرسوم في الجريدة الرسمية والحملة الانتخابية تنطلق 25 يوم قبل الاقتراع طلب قروض أنجام من المنزل 47 ألف شومير سيستفيدون في 2019 إذا قررت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المسغر أنجام يطلق أزياد من 47 ألف مشروع جديد لفائدة الشباب العاطلة للعمل شومير وذلك في كل من قطاع الفلحة والصيد البحر والبيئة وتضامن واعتماد الإجراءات جديدة لتقليص الوثائق الإدارية لطالبي المشاريع للمقاونين الشباب مع إدراج تطبيق جديد للحصول على القرض المسغر من المنزل يدخل حيث تطبيق شهر فبري القادم إلى جريدة البلاد قالت الشروع في تلقيح حجاج موسم 2019 بداية من الغد من داعة وزارة الصحة حجاج الموسم المقبل لإعداد ملفات أولية قبل أن تشرع مديريات الصحة أبرت من 40 إلى بدء من 21 جنوذي الجاري في إجراء الفحوصات الطبية وتلقيح الموجهة لفائدة الحجاج الفائزين في قرعة الحج لموسم 2019 وقت الجزائر قالت توقيع على أربع مذكرات تفاهم حول مشاريع لتربية الأبقار وتحويل البطاطا واختتام الوفد الاقتصادي الجزائري لمنتدى رؤسة المؤسسات زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقيع على أربع مذكرات تفاهم بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بإنشاء تلت مزارع كبرى لإنتاج الحليب تحويل كل واحدة منها على 30 ألف بقرة بالإضافة إلى المشروع لتحويل البطاطا نتمنى إن شاء الله المشاريع تكون على أرض الواقع فقط ومتبقاش اتفاقيات حبر على أورق الخبر قالت بن غبرية تفرض إجراءات صارمة لمواجهة إضراب الأستداء ونقرت وزير التربية الوطنية نورية بن غبرية إجراءات صارمة لمواجهة إضراب تكتل المستقل حيث أمرت مديريتها في جميع الولايات بجرد قوائم الأستداء المضربين تحسبا للخاص من أجورهم ومنعهم من مغادرة أقسامهم قبل نهاية التوقيت الرسمي موازات مع الإبقاء على التلاميذ داخل الأقسام والعمل على ضمان الدروس بالمواد التي لم يضرب أو يضرب أستدتها المحور قالت العطلة المرضية كلفت صندوق الضمان الاجتماعي 1600 مليار سنتيم أقعد أحصى صندوق الوطني لضمان الاجتماعي للعمال للأجارة أكثر من مليون عطلة مرضية خلال العام المنصرم كلفت حسب المدير العامي هذه الأيئات جاني حساس 1600 مليار سنتيم مضيفا أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بلغ 39 مليون شخص كما سيتم توسيع استعمال بطاقة شفاء إلى جراحة القلب وتصفية الدم لاحقا الموعد اليومي قال تراجع عدد تأشيرات المقدمة لا يعود لقرار سياسي من أكد القنصل العام الفرنسي بالجزائر الجديد مارك سيدي أن تقليص منح التأشيرات لجزائرين لا يعود لقرار سياسي بالمقابل تقلص عدد تأشيرات الممنوحة من 413 ألف سنة 2017 إلى 297 ألف سنة 2018 أي بـ 116 ألف تأشيرات تم عدم منحها المشوار السياسي الجزائر بحاجة إلى مليون مؤسسة اقتصادية ونكد وزير العمل وتشغيل الضمان الشمعي مرادز ماليا والأمس بميلا بأن الاقتصاد الجزائري يحتاج بحسب المختصين إلى أكثر من مليون مؤسسة ليكون اقتصادا منافسا للاقتصادية الأخرى المساقلة بدوية لإدارة جاهزة لتنظيم الانتخابات الرئاسية ونكد وزير الداخلية والجماعة المحلية وتهيئة العمرانية نوردين بدوي والأمس بالعاصمة أن الإدارة جاهزة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة حيث تم التحضير لها بكل الإمكانية البشرية والمادية مضيفا أن تجربتها أو تمكنها من توفير كل الإمكانية البشرية والمادية لتنظيم هذه العملية الانتخابية بعد قرار استدعاله الآن ناخبة من طرف رئيس الجمهوري عبدالزيز بوتوليق أولادي كان نهار أمس لغيزون قالت 23 منذ قيام العصر العثماني اكتشفت غرب الجزائر العاصمة وتم بقصر الثقافة مفدي زكريا والأمس الشين معرض ثورات الثقافي المغمور بالمياه المنظم من طرف المتحف العمومي البحري حيث تم عرض اللقاء الاترية التي تم استخراجها من فرقة غرطاسية المتحف من بعض الشواطع منها ميناء الحمدانية بشرشال ومنطقة دلس وتمنفوست وغيرها لديبا قالت كشف تدمير ثلث مقابع للهرابيين ببتنا وانكشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ودمرت يوم الخميس خلال عملية بحث وتمشيط ببني افضالة باتنا ثلاث مقابع للجماعات الإرهابية فيما ضبطت مفرزة أخرى بأضرار بالنحية الأسكرية الثالثة مسدسا رشاشا من نوع كاشينكوف وخمس مقازن وكمية من الدخيرة حسب ما فدت بذلك وزار الدفاع الوطني أمس الجمعة في بيان لا حي الله أفراده